على مشارف صنعاء تدور معارك عنيفة في جبهة نهم التي تشكل البوابة الأهم لدخول قوات شرعية إلى العاصمة وإن كانت ليست الوحيدة خاصة بعد أن كشف الجيش الوطني عن خطط لفتح جبهات جديدة ودخول صنعاء من عدة محاور ستفتح جبهات جديدة في أماكن عديدة لم يتوقعها الانقلابيون القوات في دخول إلى مدينة صنعاء ستدخل من عدة محاور ومن عدة تجاهات ليس من نقل ابن غيلان فحسب بل هناك عدة أماكن محورين أو ثلاث محاور أو أربعة حسب الخطة المرسومة الخطة الجديدة للجيش الوطني تأتي بالتزامن مع تطور لافت في الوضع الميداني لصالح قوات شرعية خاصة في الساحل الغربي لتعز حيث تواصل تقدمها باتجاه مدينة وميناء المخى بعد نجاحها في السيطرة على ذباب وعدد من المواقع الاستراتيجية شمال باب المندب بدعم من قوات التحالف وتتكبد الميليشيات في هذه الجبهة خسائر كبيرة آخرها مقتل القيادي الميداني محمد مطهر حجر وعدد من مرافقه خلال المعارك مع الجيش الوطني على مشارف مدينة المخى الساحلية وفي مديرية الوازعية جنوب غربي تعز والتي تشهد معارك عنيفة نجحت قوات الشرعية في سيطرة على جبل السبارة الاستراتيجي وتطهيره من عناصر الميليشيات إضافة إلى مدرسة الحكمة وموقع الهشام وفي مدينة تعز شنت قوات الجيش هجوما على مواقع الميليشيات في شارع الأربعين وإصيفرة في الجبهة الشمالية وتمكنت من استعادة سيطرة على عدد من المواقع بعد تكبيد الميليشيات خسائر فادحة ما دفع بها إلى تكثيف القصف العشوائي على أحياء المدينة حيث أفادت مصادر محلية بمقتل وجرح عدد من المدنيين إثر استهداف المتمردين لمدينة النور غرب تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر